نغم صباح كل من قاعد يقوم الصبح يوصل عياله على حزة السبع اللاربع ويفتح مرينا الآن قاعد يسمع صوت حنون جداً ومشوق جداً ويخليك تندمج لدرجة أن تنثى نفسك بالشارع وتحاول أنك تركز وأعتقد أن أنتم سمعتوا أكثر من القصة قاعد تطلع لكم كل يوم الصبح بتسمعونها من صوت جميل قاعد يحاول أن يوصل لكم قصص أبطال تمنى أن تكون وصلت حق أطفالكم ووصلت لكم أنتم بعد عشان شذي على كثر التفاعل اللي وصلنا بسوشيال ميديا وشفنا تفاعل أطفال وشفنا تفاعل الكبار فأعتقد ماكو أحدى من نحن نبتدي هالأسبوع مع الصوت الحلون لتسمعنا كل يوم الصوت تبعنا تذكرهم من الصوت الحلون بالضب تذكرنا أنتم بتسمعون قصص فرح كان يا مكان في قديم الزمان فرح خواجه أو المعلمة فرح خواجه صباح تلاب الخير ويعطيت ألف 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 عافية الله يعافي نشكرين ألس طافة متوترة حديت لا حبيت الأبلة الخائفة أبلة خائفة شنو إحنا نقولين اليوم يديدة هذي أبلة خائفة أنا اللي خائفة حسنا من مدرسة محل واجب اليوم أبلة فرح يمكننا فعلا مثل ما قات روان ويوسف يعني فعلا القصص هذه أو شي ولهنا عليها ويا حل القصص بشكل عام فما بالت إذا كانت القصص هي قصص أبطال جميل واحد أن يعرف عنها فبرافو صراحة يعني اليوم أنا وروان ويوسف يمكن عندنا إحنا أكثر ناس نعرف السولف بس إذا وصلنا لها المرحلة من هالنوعية من القصص صراحة ما نقدر نعبر ونقول صراحة شي جميل جدا يعني هو تذكر أنا أول ما يأتي الفكرة بالي كان ألو طلوب عندي قصص وما تش أسوي فيها فاوديني أي مرينا وأقدم القصص فيها لأن تعرفين يعني أنا فقدت بوي بتفجير متجزة الصادق فقبل يعني لما دخلت وتعرفت على أبناء الشهدة القصص اللي كنت أسمعها تنقالوا بكل مكان بس لما تسمعينها من المصدر ولما يقولوا لك أبناء الشهدة مشاعرهم شلون فقدة وأبوهم شون فقدة وأمهم هذه المشاعر مو موجودة حق الأطفال يعني إحنا ككبار نعرفها بس لما يطفل ما يدري شنو الموضوع يعني شنو قاعد يصير فحبيت بدوري أنا يعني كمعلمة أننا دائما هدفنا أن نبي الأطفال يكبرون مثل ما إحنا كبرنا إحنا ربينا نحن نعرف شنو الغازون عارفين شنو صار أبي أطفال الحين لما يعني هي العيد الوطني شنو العيد الوطني إحنا نلبس عالم الكويت نزيل ليش قاعد نلبس عالم الكويت عشان الكويت مستانسة نزيل ليش ما عندهم التفاصيل فبالقصص إن شاء الله يعني مع مرينا عمنا نوصل حق فكرة إننا إحنا نقلمهم شنو شهيد شنو العيد الوطني شنو صار وهل أمور جميل 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 جدا يمكن من الشغلات اللي أنا وايد جذبت لها ويمكن أتفقوا يا روان تبارك الرحمن طريقة الإلقاء بحد ذاته خلتني حتى أنا اليوم صار فيني هازم أداوم أخاف أتأخر الطريقة طبعا تدري اليوم الواحد ممكن يقول كلنا نقدر نقول قصص بس كل واحد بطريقتين واللي يفرق طريقة سرد القصة أنت مشاء الله عليك سرد القصة يعني كان يا مكانها بحد ذاته الدخول هذا دخول يفوز صراحة الحمدل يعني هو اللي صار أننا يعني بالنسبة لنا كمعلمين دايما أننا نحن نبسط المعلومة كثير ما نقدر ونوصلها حق الطفل فتعرف جيل أول نحن طبشير ولوحة وخلصنا تسال وفسودتها الموضوع واسكحين أيو فأحني لا هنا الموضوع أنا بدون جوتي مكرم السامة الملابس لازم تتغير الثيم توصيل المعلومة الأطفال إذا قاعدين ستريت فيس ما قاعد يضحكون هذا كل شآن عندي موصلات المعلومة صحيح صحيح فخلص أننا 16 سنة تدريس الموضوع بارك خبرة خبرة أنا اللوائد عاجبني بموضوع قصص فرح هو مردود للأفعال الناس اللي خللنا نقول شوي معنية بالموضوع اللي خاصة أن يصيرون حق الشهداء بالضبط فلما انتشرت الفيديوهات اللي هما قاعد يسمعون ومن صدمين من الاسم اللي يسمعوه على الرادو أو كان أو عن طريق الابليكيشن أتوقع هني وصلت مشاعر غير عن القصة العادية يمكن كان نسمعها كقصة شهيد يعطيك ألف عافية وهل أنتي تواصلت مع الناس هذول قبل أول ما صار أنت صاد على الطلوب وقلت لنا أنا أبي أسوي القصة فلما خذينا الجرين لايت وقلتهم أنهني بلشت أكلم أبناء الشهداء لما أكلمتهم يعني تعرف الوضع يقول أنهما من 1990 فأنت تقول خلاص يعني يقول لك القصة يقولها عادي يعني يعني الفيديوهات المسجات يقول القصة كأن أمس صارت فتخيل أنتي لك القصة بكل يعني تبتشي مو قادرة توقف الفيديوهات يعني طبعا أنا ما أتصل تليفون لأنه أنا بتتصل وهاي بتتصل نقعد نبتشي مع بعض وما رح أخذ القصة طبعا طبعا فالويسات اللي قاعد أسمعها يعني أنا جزء من ألقائي في القصة يأي من مشاعرهم أهمة لأن يعني حسيت فيهم عرفت شنو أهمة قاعد يقولون بالصوت فبهالطريقة يعني الحمد لله نصار الأداء يعني معاي بالقصص حلو لأن أهمة يعني ما شاء الله طريقة توصيلهم للمعلومة لي كانت عجيبة وانتي بعد بدورك طريقة توصيل المعلومة حق الأطفال الصغار بالسن أهم أن هذا شيء مسهل ومو أي أحد عشان تشيل معلمات خاصة معلمات الابتدائية والأطفال الصغار بالسن يعني ياركم الله صراحة مرحلة صعبة وائد يمكن قبل فرح يصجل المرحلة هاي وائد صعب أن الواحد يوصل معلومة والجميل أن أنت لش الطريقت التكنيكتش أنا حين وانا قع سولف قعد أشوف فيديو قعد يصير في لحظة دقيقة دقيقة يعني أنت مو خذتي هناك لذل لا أنا خرج الصندوق هذا بس سويها ماوكلي إذا أريد يشرح الدرس أنت عف ما تسوي ني قعد يشوف بالتلفزيون قعد يشوف قبل فرح وفي حية وحية بالإيد رابسة كبوس ميكي ماوس والميني ماوس ليش قعد تخذين الأكستراميل ليش قعد تطلعين أوتوف دو بوكس في هذي مواضيع شوفي أنا أول كان الموضوع معاي انغني اي 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 بايثون هذي بايثون هذي بايثون اي لا يعوشك أول ما بلشنا بلشتنا يعني نغني ونسوي الألعاب وهذا بعد كورونا أو أثناء كورونا كان الموضوع أونلاين ويعني نبي نوصل المعلومة بطريقة يعني نبي نجذب الطفل خاصة كان يقولون التعليم وشلون وهذا فكان جزء من التعليم عندي أن بالفيديوهات أن أنا أستخدم الحيوانات فأول وحطيتها طبعا سنين الله يعطوهم من آفة شالو وحطوه علي فالحين أنا الفايثون علي وقعد أشرح قاعدة لايك و I don't like رسمي I don't like I don't like يعني شنو شكه من الأرنب من نج الأرنب تكوت البطة اللي شعيفين هم عيد لها هلاش يالا أي يعني أنا كنت أبي شي أنه خلاص نما يشوف الطفل يعني ينصدم خلاص هذا شنو شنو إي شكه من لما حطيت الفيديو أنا أنا اخترعت شلون انتشر وصل البحرين وصل العمان فصار فيني لا أوكي يعني معناتها الابروت حلو فبلشت صورنا مع تمساح مع ضب مع طبعا بعدين الحيوانات العادية اللي هي البومة الأرنب وهذه العادية عادية عادية ما البومة البومة مناثة تفاعل الأطفال في مثلها النوعية من توصيل المعلومة لأن اليوم فرح نكون واقعيين وحقيقيين طفل اليوم مثل طفل نحن لما كنا أطفال نحن يمكن عادي المعلم أو المعلمة يقول لنا المعلومة ولازم نحفظها وخلصنا الحين أمه من شاء الله الأطفال حتى يمكن سابقيننا يمكن هذا التحدي التي تواجهونا كمعلمين ومعلمات ترى عادي الطفل المعلومة وصلتها خالصة أو عنده تساؤل أكثر من ما هو موجود بالمنهج حكم أنهم قاعد صايرين على الإنترنت كل المعلومات قاعد توصلهم بشكل سريع فعشان تجذبين الطفل أو الطفلة في درس وتوصلين لها معلومة شون قاعد تشوفين تفاعل الأطفال هل ممكن يوم مثلا الطفلة أبلا بس يعني ترى نحن نسأوا شذي أو نبي شذي أبلا اليوم وناسة أبلا اليوم تراحد عادي أكيد يعني كثير منهم منش تسمعين من الأطفال أكيد يعني كل معلومة تواجه هذه الأشياء يعني إنه لازم أنا طبعا ما شاء الله عليهم لعيال الحين يعني إحنا أول حتى لو معاجبنا نسكت صح بس الحين لا يعني يعني الحيوم أنا متوقع أن راح داون مدرسة وأنا حط الكحلة أولاد أبلا حط مكياج اليوم لا لا ما شاء الله عليهم يعني كل شي يشوفون فعندنا إحنا كان في دراسة لما رحت بريطانيا يقول لك إن الطفل الحين في الوقت الحالي مع التكنولوجيا والأمور اللي قاعد يشوفها يعني أكثر من دقيقة لدقيقتين يندمج صعبة خاصة إنه إذا تشوفين أنتو كوكوملين وتك توك وهذه تشوف السريع الفيديو فالطفل الحين عندنا نفس الشيء 30 ثانية تقريبا بخضر فأنا كمعلمة دايما ننصح المعلمات لما نعضي الدورات أن أنت كمعلمة واكفة ساعة كاملة أو 45 دقيقة أو حتى لو مثلا يعني أنا أقول 20 دقيقة بمكان واحد صوت واحد تون واحد أنت أول عشر دقائق فقد تطفل فإحنا لازم يعني أنا بالصف كل عشر دقائق تشوفيني بمكان كل عشر دقائق صوتي غير مرة معصبة مرة هادية مرة أضحك مرة أن أنت لازم كل عشر دقائق أو طريقة معينة بالضبط لأن خلاص يعني هذا جيل أنا ما أقدر أقول لا خلي رد على جيل أول مستحيل أنا لازم أواكب الجيل الحالي صحيح فالجيل الحالي هذا هل هل مطلوب منك كمعلمة أو هذا شيء من نفسك أنت تقادمين يعني هو ما ينطلب بصريح العبارة بس يعني أنا كمعلمة دخلت المجال خلاص يعني أنا سواء مطلب مني أو لازم أسوي عشان الطفل يعني فسواء أنه يقول يسوي أو ما سوي ما رح نسمع كثير ما أن أنت قلبك شي يقول لك حبش للمهنة هذا المهنة خصوصا نتكلم عن مهنة التعليم ترا هي صعبة وممكن كنا نتناقش تحت الهواء ونقول لنا هل 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 مدرسة معلمة أبلة تختلف المسميات لكن أنت فضحتي لنا الطريقة أن لماذا تفرق بين مدرس ومعلم وبين أبلة فالجهد الذي عليكم كبير هو لي لأن هو لترلي الأهل سوف يأخذ منكم سواء كان جيد أو لي فالكتر المسؤولية تنحط عليكم فرح اليوم يجب أن تكون محافظين علي حركة تشعين الأطفال حتى البنات الصغار أنا أشوف حتى الجيل في المنو بالزوارة تشوف لأن الأبلة لابسة الماركة الفلانية أبلة لابسة الماركة الفلانية أبلة قاعد دش الصف حفو الكشخة ومجاج ومصبغ داثر وأساور ليهني وهي درس ابتدائي وهذا بعد موروضة يعني ورايحة حفو الكشخة يعني كشخة رايحة تستقبال فهذه نقعد لأحب الطفل فش كثر عليكم مسؤولية اليوم أن أنتو ما تأثرون على الطفل بها الطريقة لكن تأثر يكون إيجابي وايد يعني كمعلمين لازم لما أقول الكلمة لازم أفكر فيها قبل ما تنقال اللبس لما نبين لبس يعني مرات أنتي معلمات يقول لا يعني أهمش عليهم ليش يتحكمون بلبسي أهمش عليهم ليش يقولوا لي لا تقولين هالشي ما في شي أهمش عليهم صوت أنا كمهنة ويد عندنا مسؤوليات مسؤوليتي أنا أول أن لما أكون موجودة كشكل كصوت كحوار حتى كنبرت صوت نظرات هذه أنا محاسبة عليها سواء أن أنتي كمعلمة عجبت الموضوع أو لا هذا إجبار فأنا كمعلمة الحمد لله صار لي 16 سنة قالوا لي أبل فرح هذا اللبس ما يصير خلاص إن شاء الله ليش والله ممكن تسألين أنا ما أقول لأن سمع وطع ليش مثلا المسؤولين شافوا أن الموضوع مثلا هذه الكاركتر في مثلا البلوفر لا تنسب لك تربية الألوان الرموش الأظافر يعني ما تنفع أمانتها يعني أنا أنا أصلا مبهور بشغلة قبل فرح إن قاعد نتذكر جينا إحنا يمكن في بعض الأمور ما كنا نقدر نقول حق المعلم لو شنو كان لو شنو صاير معلم معلم ويشوف الدرس وخلص ويا الله إنه أكون حال الواجب بس الظاهر واللي أكيد اللي عرفت منك وكثير معلم يسلفون بهالم موضوع أن الطلب أصلا تغير وصار ثقافتهم أكثر خاصة مع السوشيال ميديا صار مطلع يعرف ففعلا شيء صعب يمكن نحنا نسلف على المعلمين ومعلمات المتميزين والمتميزات يمكن أنت تبارك الرحمة وانت تسول فيه أنا أدري كثير أنت قات تتعبين في تقديم المادة أبي أوديت الاتصال ثاني من المعلمين اللي أنا صج أفرح وأقول يا رب يا رب دائما هذا الإنسان وأنت يلا يكثر من أمثالكم فعلا في قطاع تعليمي السادة محمد السداني صباح الخير هلا صباح النور أنا سعيد أنكم قاعد تناقشون هذه الموضوعات الجميلة في هذا الصباح الجميل البارد والرياح المعتدلة شرقية غربية والله يا بختنا فيكم كمعلمين ومعلمات مميزين وفعلا دائما نحن نقول فيه من قاعد يتعب ويشتهد وقاعد يي على نفسه وطاقته ترى من جيبه بعد قاعد يتفعل ويحبه لهذه المهنة وفعلا امتين هذه المهنة للتعليم والتدريس والحب حق الأطفال وهذه أمانة والله يعني أدري نباتر الرب يقع بيحاسبكم عليها وانتو شالينها على آتقكم مئة بالمئة الكلام صحيح وأنا أثني على كلام الأستاذة أن فكرة مهنة التعليم هي مو وظيفة إي واحد والله يبصم مثلا الساعة 7 ويطلع الساعة 1 لا الفكرة أن هذه مهنة تتطلب سلوكيات منضبطة تطلب التزام معين درس كود حتى فيه كود أخلاقي قيمي أنت مفروض تلتزم فيه لأن أنت قاعد تتعامل مع يعني فئات تتشرب منك كل شي معلومة سلوك طبايع الفاظ كل هذه كل هذه الأمور يتأثر فيها الطلاب سلبا وإيجابا من المعلم خصوصا المعلم اللي وياب الصف ما تكلم عن المدير ولا عن الرئيس القسيم ولا المدير المساعد المعلم هو يعني المؤثر الرئيس على الطلب تحتيزا وإحباطا تنمية سلوكا كل كل هذه الأمور عشان مثلا المقبلين على مجال التعليم أعرف أن أنت منت موظف ما تنطبق عليك شروط وظيفة الشخص معترمنا لكل الشخص اللي يسوي لك معاملة هذا قاعد تتعامل مع أوراق أنت قاعد تتعامل مع نفوس وبشر ونفسيات وبيئات مختلفة تتطلب منك أعدالة في التعامل انضباط حتى لو في بعض السلوكات أنت ما تملكها رصب عليك رح تملكها صحيح صحيح جميل 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 الله يحفظكم كثر من ثالكم فعلا أنا أفرح صراحة وأقول أن الدنيا بخير أن نشوف كوادر نفسكم تتعب تتعب بشكل ويد كبير اللي يصال للمعلومة اليوم التدريس خذ لبل ثاني خلنا نقول أن الواحد اليوم مو بس كي يقدم مادة وبس للطلبة لازم طريقة توصيل المعلومة شون أنا عرف أن الطالب استفاد ولا ما استفاد يعني أحس التعب صار بشكل ويد مضاعف مضاعف فعلا مضاعف لذلك عزيزي عبد المطالب إحنا في كل مكان مطالب أن توجد هناك رخصة للتعليم يعني يترض أن من يمارس التعليم يكون مؤهل عند قدرات كافية أن يقيس وعند قدرات أن يعلم ويعرف التراتيجات يطور نفسه لازم يطور نفسه ويشوفون من وين بدأ وين نوصل بعد خمس سنين بعد عشر سنين وهذا اللي مطالب فيه تابعون تعليم زين تابعون تعليم متميز تابعون مدارس زينة تابعون توفرون على نفسكم الدروس خصوصية ومدارس خاصة عليكم بضب جودة جودة المعلم وجودة المناس في المدرسية صحيح جميل يا رب يا رب سنت سيد محمد سيداني ومشكور على انتصالك ونحن اليوم سعيدين فعلا أن اليوم نسمع من المعلمين والمعلمات حرصهم على هالمنظومة هذه اليوم اللي قاعد تسوينا فرح نحن متأكدين أنت وستاذ محمد وغيركم ترا فيهم الآلاف وقاعد تشتغلون بصمترة وموحتاجين لا تطلعون بسوشال ميديا ولا تسوون هالأكسترا خلقون الجهد الزايد لأن أنتوا دعشين هالمهنة وأنتوا أحبين أنا أرجع حق قصص فرح لأن الموضوع هذا ما يمر لازم تشدي أنت قصص فرح قاعد تواجهينها مباشرة حق الأطفال لكن نحن قاعد نشوف ردود فعل حتها الكبار وقاعد يستمتعون وترى فيه وائد أكبر أصلا ما يدروا لحطها المعلومة صح فليوم هل ممكن نشوف باتور قصص فرح تكبر أكبر من تذي وتصير شي ثاني نأحنا نبيح نأحنا نتكاملين قصص فرح وين أنت حطت لها خطة وين يمكن توصل يعني أمانة ما في يعني ما في خطة يعني أنا حابة الشي وحبيت أسوي و لما يعني خلقون صريحة معاتش أنا لما بلشت في إنستغرام في كورونا بالذات سويت عندي برنامج في يوتيوب ومن أكثر الناس اللي شجعوني ولم دزيت يعني تحفين أنت لما تسويين برنامج تابين ينتشر فزيت أمانة تنحق ويد مشاهير يعني أنا ما أنكر أنه ما يكن بلتع من الناس اللي لما دزيت لهم دش علي وشجعني وبعدين سي دعط رقمي حق مرينا أف أم وقال أنه راح يتصلون عليك الله يعطي العافية يعني بو يوسف ثاني يوم اتصلوا علي وخذوني هني فلاشات مع كلاس كان حزتها فخلاص يعني صار أن مرينا شدعوني خلاص عمي فلما صارت عندي الفكرة طبعا صديق الجامعة طلب معكم يعني زيادة فخلاص صار أن صح نكمل 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 فرح لا أعتقد نكمل فإن شاء الله لماذا لا يعني أنا لدي مانع بالأكس سعى نباركة ونحن صراحة تشرفنا أي والله أنت جز من العائلة هذه أنت اليوم لا أتكلم عن أنت من عائلة مرينا يمكن أنا فهم نقطة روان أنا أنا شخصيا قاعد أسمع قصص وشهداء اللي يمكن أنا ما كنت أدري عنها في أسامي كثورا فينا صراحة يمكن أنت قلتي شغلة جميلة وأنا دائما أسأل في هذا يمكن كل عيد وطني ينسؤل في أن لو تسألين أي طفل الحين ومثل ما أنت قلتي بالضبط تسأله ما عيد وطني يمكن معلومات بسيطة ومو هذه المعلومات اللي أنا أبي إنه بس يعرفها في أمور كثيرة صارت فجميل أن أحد خذ خطوة اليوم يمكن في ناس أنجزت حاليا عايشة بيننا عندها إنجازات وايدة كبيرة أتمنى نسمع بصوتك قصصهم وإنجازاتهم الجميلة صعوبة أدري إنه شيء بقولت يا ويت صعب أنت كمعلمة أنت تحبين التعليم وأشوف أنت تقدمين الكثير عشان أنت تقدمين مادة حق الطلبة نفس الوقت يوم أشوف بالقصص مبدعة جدا في سلد القصص وفي عندك هذه الملكة تبارك الرحمن بين هذه الميزان وإن تشوف نفسك أفضل وأحلى وأجمل وقريب على قلبك كمعلمة للقصص يعني أنا وايد أشوف نفسي معلمة بس حاليا مع المايك والقصص شننا شوية شننا شوية الموضوع يعني أبو ناصر زوجي قاعد يقول لها والله أنا أحب المايك ها يعني شنو خلي شوفنا إذا ترى والله يساعد ولا قوشك هلتحنا فوالله يعني بالعك أمانة يعني أنا شوفوا يعني حتى القصص اللي أنا قاعد أقولها قاعد أحس نفسي هما دور معلمة فإن كشف قاعد أربطها نوعا ما كدوري كمعلمة أنا قاعد أتعلم اليوم وايد أي والله القصص فرح اللي ما قاعد يلحق عليها لكن نعتقد الحين في هذا الوقت اللي أنتم قاعد تروحون في حق دون أو توصلون عيالكم قاعد تبتدي القصص فرح 3 ساعة 7 إلى 4 كل يوم قاعد راح تسمعون قصة بطل كل يوم راح تسمعون تفاصيل حلوة فتقدرون تسمعون أو أن تشوفونها باليوتيوب أو تنزلون وهم موجودة بالإنستجرام في أكاونت مرينا فتقدرون تتابعون هالقصص في كل مكان فرح نحن أكيد نكمل في هذه القصص ونسمع أكثر من نج ونبيش تكملين لأن مثل ما قال طلوب يمكن أنت وجهتي هالمرة قصص فرح عشان وظفتي في هذا الشهر ويعني زي ما سويت لأن نحتاج أن نسمع قصص الأبطال لكن أكيد في بيننا أبطال عايشين أنتواقق عنا نسمع بعد زيادة من نج أشوال قبل أن نختم معاك فرح رح نعطي شن تقولي رسالة أخيرة لكن ودنا نسمع قصة بصوت هل في شي يحضر ولا تابين نشغل نقصص عن الشهيد يعني أو لا نقصص ما أنتواقق شنو تابين الموضوع يعني هي في قصة أمانت لأ شغلي هذا لأنه في عندنا قصة نسوينها سبرايز إن شاء الله على 25-26 فبراير لسيتنا في المرينا عبالي عبالي بتخذ رح تقول إن شاء الله إن شاء الله وانت قلين رسالتو بعدين الموضوع رح يكون لتش إذا تابين تقولين قصة أو خلي سبرايز حق 25 لكن حلو أنت قلتي حق الناس ثاري 25 رح يسرح إن شاء الله إن شاء الله والله أمانة ما عندي شي يقول غير أن يعني يعطي كم العافية ومشكورين على الاستضافة وأن شرف لي أمانة أن أنا يتفترة كنت في في وقت فوقت فيه أبوي ما كنت أدري يعني دائما لما إحنا نفقد نبي أحد يفهمنا فلما تعرفت على أبناء الشهدة وسمعت قصصهم وعرفت شنو معنى الفقد وشنو المشاعر وشنو نوظفها وهذا الفقد حق شي يعني تشوفونهم الحين أبناء الشهدة المهندس واللي قاعد يتكلم في اليوان يعني أشياء عجيبة يعني قاعدة تصير بأبناء الشهدة وبنات الشهدة فلما هذا الشي يصير وأن أنا أشوفهم القوة قاعدية منهم أن أنت الواحد لما يشوف شلون يعني واحدة من الأببنات الشهدة قالت أن الثمن اليتم غالي ولما تشوف الكويت شنو يصير فيه أن تحس فيه شي شخصي يعني الله يعطيهم العافية و الله يرحم شهداتنا آمين اللهم آمين و يحفظ الكويت يا رب يا رب يا رب أنا في الحال أنا اللي بقولت شي زي ميلة الدراسة أنا فخور فيه جدا ابنة الشهيد الدكتور جاسم الخواجة سعيد اليوم أن أنت تقولين القصص بصوتك كابنة شهيد و قاعد تقولين قصص الشهداء الأبطال أنا جدا سعيد و فخور باللي قاعد تسوينا و متأكد يمكن نحن اليوم قاعد نسولف عن الكبار والصغار الكل فرحان أننا قاعد يسمع نوعي من القصص يعني ما أدري شا أقول ولكن الله يكثر من أمثالك اليوم نحن قاعد نشوف نموذج جدا جميل كمعلمة و كإنسان عندها رسالة جدا جميلة الله يحفظ لك إن شاء الله و شكرا على هذه الخطوة الجميلة وسعداء اليوم أن أنت في عائلة مرينة و قاعد نعيش القصص و قاعد نعيش قصص الأبطال الجميلة سفا خور يوم فيك يا فرح و استمرأي و مثل ما قلتي إحنا اليوم كل اللي علينا نقول أن نترحم على شهدائنا و فعلا تضحية اللي هم ضحوها و مبهاتهم إحنا كل اللي علينا نقول لهم هذولي عيالنا ولو ما رب العالمين و تضحية و مقاومتهم لأننا اليوم مقاومتهم و قاعدين في هديرة بأمن أوان فتضحياتهم مستحيل تروح وجميل اللي اليوم نذكر لأن هذا التاريخ لازم ما ينسي ولا يمزح و نتم نذكر فيه حق الجيل اليديد عشان يعرف اللي قبله شلو شلون تعب و حافظ على هديرة كانت معاننا بالمايك الرابع